تحركات دولية لا تهدأ لوقف آلة الحرب في أوكرانيا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش خلال جلسة استثنائية في الجمعيات العامة للأمم المتحدة دعا لوقف المعارك على الأراضي الأوكرانية وحض القادة على المضي نحو السلام في وقت جرت فيه أولى جوالات التفاوض بين روسيا وأوكرانيا على حدود بيلاروسيا السفير الأوكراني لدى الأمم المتحدة حذر من تدمير بلاده مؤكدا أنه إذا لم تنجو أوكرانيا فإن الأمم المتحدة لن تنجو ولن يستمر السلام الدولي على حد قوله يجب على الجمعية العامة أن تكون صريحة بمطالبة روسيا بوقف هجومها على أوكرانيا أيضا الاعتراف بأفعال روسيا على أنها عمل عدواني ضد دولة مستقلة وذات سيادة يجب مطالبة روسيا بالانسحاب الفوري والكامل وغير المشروط لقواتها من أراضي أوكرانيا في المقابل قال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة أن بلاده تمارس الدفاع المشروع عن النفس وفق ما ينص ميثاق الأمم المتحدة وتطرق طويلا إلى منطقة دومباس متحدثا عن معاناة سكانها واستفزازات من جانب السلطات الأوكرانية الأزمة الحالية تكمن في تصرفات أوكرانيا نفسها فلسنوات عديدة قامت بتخريب التزاماتها باتفاقية مينسك لقد أغرق أصدقاؤنا الغربيون بلا خجل أوكرانيا بالأسلحة التهديد الحقيقي الذي يتعرض له سكان أوكرانيا يمثله القوميون الأوكرانيون الذين اتخذوا سكان أوكرانيا كدروع بشرية الجيش الروسي لا يشكل خطرا على المدنيين في أوكرانيا ولا يقصف المناطق المدنية التي سيطرت عليها القوات الروسية ونشرت روسيا عشرات ألاف العسكريين في أوكرانيا وعلى حدودها مدعومين بدبابات وطائرات مقاتلة وسفن فيما لوح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضمنا باللجوء إلى السلاح النووي إلى ذلك أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من نصف مليون شخص فروا من البلاد منذ بدء هجوم موسكو على كييف بينما تطالب روسيا بالاعتراف بشبه جزيرة القرم كمنطقة تابعة لها بالإضافة لحياد أوكرانيا ونزع سلاحها كشروط للتهديئة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر